قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم تعليق ملف مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري المتعلق بأزمة القمصان خلال مباراتين نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية عن الموسم الماضي وفي هذا الصدد كشف عضو بارز في لجنة الانضباط التابعة لكاف في تصريحات لمنصة وين وين أن الملف تم تعليقه من قبل الكونفيدرالية الافريقية بعد عدة اتصالات ومشاورات داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم انتظارا لحسم الملف في المحكمة الرياضية الدولية سي اي اس وكان اتحاد العاصمة والاتحاد الجزائري لكرة القدم قد تقدما باستئناف على قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم أمام المحكمة الرياضية الدولية سي اي اس في سويسرا وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد رفض الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري للعبة المتعلق بمراجعة السماح لنهضة باركان بمواجهة اتحاد العاصمة بأقمصة تحمل خريطة المغرب كاملة خلال إياب النصف نهائي كأس الكونفدرالية علما أن لقاء الذهاب لم يتم إجراؤه ما جعل كاف يقرر انتصار نهضة بركان بثلاثية نظيفة حيث تأهل الفريق البرتقالي إلى المشهد الختامي الذي خسره أمام الزمالك المصري